عندما تدين واشنطن التدخل الإيراني في شؤون العراق وتقول إن طهران لا تحترم سيادة العراق يعيد مراقبون الحديث إلى بداياته ليسأل أمريكا من سلم العراق لإيران وما هدى لوكلائها الأرضية ليحكم البلاد وينشر الفساد الخارجية الأمريكية أدانت هجوما شنته الميليشيات المدعومة من إيران ضد قواعد أمريكية معتبرة أن إيران لا تحترم سيادة العراق وأنها تسعى لعدم استقرارها خبر تناوله ناشطون عراقيون بشيء من السخرية والدهشة معتبرين أن الحديث عن سيادة العراق الضائعة لا يمكن أن يأتي من دولة تسببت بكل هذا الخراب بعد غزوها العراق وأسست حالة عدم استقرار وفوضى ممنهجة لا يزال العراقيون يعانون من تبعاتها حتى هذا اليوم أمريكا التي تتحدث عن السيادة لا تزال قواعدها العسكرية في العراق وتتصرف بها دون حتى التنسيق مع الحكومة المفترضة في بغداد وهي إلى الآن بالعرف العام تعد دولة محتلة حتى وإن كانت في بغداد حكومة شكلية تمثل دور التعامل الدبلوماسي مع واشنطن الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية لا يعني أيضا أن إيران لا تمارس الدور نفسه فكل من يقرأ المشهد العراقي يعرف حجم التخادم الأمريكي الإيراني في العراق لكن قلق واشنطن من عدم احترام طهران للسيادة العراقية يقود إلى الحديث عن الدور الأمريكي في دعم الميليشيات وتوفير الغطاء العسكري لها بذريعة محاربة الإرهاب والتغاضي عن تفاقم قوتها وسيطرتها على مفاصل الدولة حتى أن المشروع الإيراني في المنطقة عموما والعراق خصوصا ما كان ليعيش لو لا عمله تحت المظلة الأمريكية كما يقول مراقبون